من يريد التعرف على حجم الفساد المالي والإداري في العراق الجديد ما عليه سوى السير في أي شارع من شوارعه ليكتشف بنفسه الفساد وهدر الأموال متغلغل في البنية السياسية لهذا البلد منذ غزوه عام 2003 ومجيء الأحزاب الحاكمة فساد أصبح يهدد بتخريب القطاع الاقتصادي بكامل مفاصله وفقا لصحيفة The National المعنية بشؤون منطقة الشرق الأوسط والتي قالت إنه لولا فضيحة التسمم بالمياه الملوثة في البصرة التي أودعت أكثر من 60 ألف شخص في مستشفيات المحافظة لم اعترف العبادي بحقيقة الفساد ولكي يعي المتابع حجم الهدر في مقدرات العراق تقول صحيفة The National إن محققين في هيئة النزاهة أعلنوا وضع يدهم على أكثر من 30 مليون دولار أهدرت في عمليات تهريب لمواد إنشائية وطبية وسحب غير قانوني للأموال في محافظات الأنبار والمثنى وكربلاء خلال شهر أيلول الجار فقط وما خفي أعظم ما يعزز حقائق الفساد والهدر المالي المستمر تصريح للنائبة ماجدة تميمي خلال جلسة لمجلس النواب قالت فيه إن واردات العراق المالية ما زالت تستقر في جيوب سياسي الأحزاب وزعماء الميليشيات بعيدا عن الموازنة المالية المعلنة للعراقين تهريب النفط هذه إرادات تروح للأحزاب والميليشيات إرادات المنافذ الحدودية القمارك الضرائب تسعين بالمية وخمسة وتسعين بالمية تروح للفاسدين خمسة بالمية تردب إلى الخزينة وهمية الإصلاح في العراق أكدها رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري بالقول إن شعارات وطروحات مكافحة الفساد غير حقيقية وغير جادة الياسري أقر كذلك بأن عشرات الوزراء والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري تم التحقيق معهم خلال السنوات الثلاث الماضية دون أن يتخذ القضاء أي إجراء بحقهم بينما برئ آخر لتذهب الوعود الحكومية في الإصلاح أدراج الرياح هكذا هو الوضع في العراق الجديد الفساد والمحاصصة الطائفية وفقدان الأمن وترد الخدمات الأساسية وتهالك البنى التحتية كلها تسير جنبا إلى جنب وبثبات